موسيقى الحقيقة انه التريندات اللي بتطلع عنا عند الشعوبة تبعنا كتيرة ما بتلحق يعني يعني يمكن التريند لسه ما بيكون اخد ابعاده وامجاده بيجيك تريند تاني اخر شي هلا انه فيه 3300 طفل سوري في الشمال اللي محرر بين قوسين مصابين السرطان فيعني العالم لازم يضامن يعني معنا الامم المتحدة والدول العربية والجامعات والهيئات وحقوق الانسان كلها لازم تضامن الامر صحيح يعني انا ماني ماني ضده يعني بس اولا انا لما كنت في سوريا وطلت من سوريا عمري 59 ستين سنة يعني ما كنت بعرف اطفال مصابين في محيط اللي انا فيه بالسرطان بجوز يكون فيه ما بعرف يعني ولكن نسبة المصابين بالسرطان بين الاطفال ضئيلة جدا فيعني هذا الشمال اللي محرر مين اللي احصى وقال انه عنا 3300 طفل هل يعقل هذا الكلام؟ طيب خلينا نقول معلي شيء يعقل التعامل خلال الترنت مع الناس فيه تعامل السلائي يعني واحد قال له انه بعطيكم مصابين قال له ما انه بحاجتك وما انه بحاجة مصاريب كلها ونحن طلبنا منك انه بس تدعمنا اعلاميا وكذا طيب كمان معلي شيء بدي اسأل الناس اليه اخرى انه كام مئة الف طفل في هذا الشمال اللي هو الشمال المحرر في سوريا اللي اسمه المحرر قاعدين بلا تعليم ليش ما بصير ترند انه قوموا يا عالم جيبونا مدارس جيبونا مقاعد جيبونا دعموا الاطفال تبعنا خليتعلموا وتانيا خلينا نحكي عن الحريات في هذا الشمال السوري ليش المرأة مجبرة على لباس معين فيه حدا طلع احتجاج حملات مثل هاي احتجاج على انه ليش الجولاني والطغمة تبعوا عبي جبروا نساءنا على ارتداء توب معين يصل الارض فيه اللي صدي من عائلات ادلب المحافظة المحافظة يعني عرفت شلون عندها جانب تديون ومحافظة يعني والعرض والشرف والأخلاق قال لي تصور اختي لابسة مانطو بني 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 محروق يعني مو بني كاشف بني محروق فبيجوا الي انا الجماعة اللي هدول الامر بمعروف انها يعني منكر بقولولي انه ليش اختك لابسة مانطو بني يعني حتى شوف زاودوا عليه هو محافظ بالاصل وعيلته محافظة يعني جماعة هذا يعني شبه شائع يعني عنا العائلات اللي في ادلب ومعرفة نصرية وكذا هي عائلات محافظة كلها محافظة انا عائلتي محافظة يعني عرفت كيف وهذا الشي صح واللي خلط ما انا عبناقش هذا ما عبناقش هذا الشي ولكن بيزاودوا عليك حتى انه لازم يكون اسود المانطو تبعه طيب بركب ده ستطلع بالمانطو خير اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو دقن بدون شوارب يعني حتى الحلاقين معهم أوامر بهذا الأمر نحن هاي الحريات ليش ما من نعمل عليها ترندات ليش ما مقوم نحتج أمام العالم وأمام الدنيا كلها إنه أنا بدي لبس عكيفي طيب احتجاج آخر ليش إدلب أصبحت سكام فيها هن كلهم من الإسلام السني وين البقية وين بقيت العالم يقول لك إيه دروز دروز أنتو مسكرين عليهم قراء هون وعب تفرض عليهم البتكنية أنا بعرف هذا الكلام وهن الجماعة يعني ما بدون يرحلوا وهذا لو كان بدون يرحلوا فعندهم من الأسباب ما يكفي ويزيد ليش هل يستطيع علوي واحد يمر مرور في محافظة اللي بأنه هو مثلا جاي من حماب يروع تركيا أو جاي من الساحل بدون يمروا يروح أحلب بيحسن؟ هذا الحكي من 2012 كان ما يحسن من 2000 بآخر 2011 أنا في كان طالب علوي كمشو رايح الجامعة بيحلب جاي من التي هي رايح الجامعة وإجال عندي صديق من معرض مصرين اسمه أبو عبد الكريم قال لي يا ساس خطيب لحقنا هذا رفيق ابني وهذا الشاب كويس كويس قلت له أنا مؤسة كويس وما كويس ما بصيرها يعني ما بصير توقفوا لأنه علوي يعني لهذا الزم منرجع لموضوع الأطفال اللي هني بقى السوريين تبع الشتات اللي موجودين في كل أنحاء العالم بدون يضامنوا معهم وهذا يعني مجرد ما تقول لي ضامنت معهم شي كويس يعني أنا متضامن معهم سواء كانت الإحصائية صحيحة أو الإحصائية خاطئة أو فيها مبالغة أو مين ورا هالقصة ما بهمني يعني بهمني أنه إذا في طفل واحد مصاب بالسرطان لازم العالم كله يقوم بساعده ومو بالسرطان بأي مرض كان إنسان رجل مرأة طفل أي شيء يعني العالم يعني لازم يدير باله على هدول الناس اللي هن ضحايا ما حصل في سوريا ولكن السؤال الأهم أنه هذول اللي طلعوا في أوروبا يتضامنوا هل هن جادين في ذلك؟ يجوا تجمعوا في الساحة والدنيا الصيف وكويسة جاء الطقس من حسنا الحظ أن الطقس حلو تجمعوا في هاي البلد الأوروبية وتلتفوا بالعالم وغنوا أنه سيوفنا ما سيوفنا أنا لحد الآن كل ما سمعت حدا عبيحكي بالسيوف فعلا بش مأز يعني إينا سيوف يا أخي إينا سيوف والله العظيم أنتوا يعني اللي هلأ بيحكوا عن السيف قال لك رمز رمز لشو لك رمز لشو بالسيف يعني حاج بقى يعني حاج يعني والله ملينا هلأ إذا بتجمع أربعمائة واحد معهم السيوف وتروس وخناجر وعبيم شو على العريض هيك إيه؟ في منطقة بطب فوق أم بلاي أي طيارة تابعة للتحالف الدولي أو لروسيا أو للنظام المجرم أو طب فوق أم بلاي بلاي بتلزقوا أشلاهم بالحيطان وهنا وسيوفهم يعني السيوف شو؟ السيوفنا بدأت تعمل والسيوفنا نترك والله هذا ملينا منه هذا الحديث السبع السيوف وهنا هيك إجا واحد نجم من نجوم التيك توك دخل على الساحة تركوا التضامن وتركوا الأطفال وصار بدنا أن يروحوا يلحقوا كل عشرة خمساش واحد يلحقوا من طرف وبدوا يصوروا معه أحد نجوم التيك توك السخيفين يعني مو إنه واحد إنه قيمته لا يعني من اللي بيعملوا على بندة عرف شو أنا ما بدي لك مين هو ولا اسمه ولا شو بيعمل حتى ما ينعرف مين بقصد أنا يعني بس عم بيحكي عن الظاهرة وين الأطفال اللي طلقتوا من جانن تضامنوا الحقيقة إنه الفكرة الأهم في هذا الموضوع إنه الناس لما بيطلعوا من بلادهم إنه عاملين ثورة وطلعوا من بلادهم ما عاد عندهم ثورة وين؟ الثورة تحتاج لمكان الثورة تحتاج لمكان يعني بتقلي هلأ إنه إدلب محافظ إدلب فيها ثورة ضد حكم تنظيم القاعدة نعم هاي بصير اسمها ثورة وتستحق الاحترام إذا بتقلي فيه هلأ سوريين في مناطق النظام طلعوا ثورة من جديد ضد النظام هاي ثورة ليش؟ لأنه تحتاج لمكان أما اللي قاعد في أستراليا ولا في ألمانيا ولا ما معرف إيش وجوب سنتره مؤمن وطبابته مؤمنة ومواعيده موجودة وشغله موجودة ولاده في المدارس وكذا يعني أخذ الموضوع إنه والله اليوم نطأس حلوم نطلع نتضامن مع الأطفال والله صورنا مع هذا نجم التك توك تحتاج ليس فقط لمكان السورة إذا كنت تصر على أنه هناك ثورة وأنه ثورة موجودة في قلوبنا وفي عقولنا كذا أنت مانك منشبه بقيم السورة أنا أرى أن أرى أن أرى لايفات على تك توك لا أسمع أحد قاعد عمكي عن الحريات لفقدت وكل شيء يقول لك النظام النظام المجرم يا أخي أنا أبصم لك بالعشر أصابع وأدي استعير كمان من عندك أصابع وأبصم فيهم مجرم وديكتاتوري وقاتل وصاحب مجازي وارهابي وديماغوجي وكذاب ما اختلفنا يا أخي بس هناك شيئات من عندنا يا أخي من عندنا ليس من عند النظام ما لازم ما حلنا بقى ما حلنا بقى ألم يحق لنا أليس من واجبنا الآن أن نهتم بكل شيء ما لازم نتحدث عن الحريات ما لازم نتحدث عن الديمقراطية عن حقوق الإنسان عن احترام الفرد وحقوق الفرد هلأ هذا هدول الأطفال لو كانت السلطات الأمر الواقع اللي موجودة ليش ما معها مصاري يا سلطات الأمر الواقع اللي موجودة أنه تعالجوا معهم معهم هلأ إذا بتقوله كذب يا الله ودبابات وطلقات وقزائف ومدافع وكلها استعراضية ما لا يعني ما عملوا شيء ولا أنهم قادرين يعملوا شيء ما أنهم قادرين يعملوا شيء حقيقي للبلد لسوريا مستهل موسيقى